وضع متذاهبر ولوبيات لا ترخم بهذه الكلمات يصف مسؤول القطاع الصيدلاني سوق الدوائف الجزائر وصف ليس الأول لحال يجسد واقعاً حقيقياً نتيجة ممارسات تمس بالمرضى دون أنه صيد وزير صناعة الصيدلانية خلال تدخله أمس كان يقصد تلك الممارسات الغير قانونية والغير أخلاقية التي تمارس من بعض المتعاملين نحن نتكلم على ممارسات نتكلم على متعاملين يستغلون مؤسساتهم الصيدلانية لاحتكار بعض الأدوية أو المضاربة أو سن البيع المشروط أو البيع عن طريق الحزم وهذا أصبح يرهق الصيدلين ويرهق المريض في نفس الوقت تظفر جهود الفاعلين في المجال الصيدلاني وتدعيمها بتطبيق قرارات فغالة بات اليوم أمراً ضرورياً للتحكم في القطاع يقول أهل المجال يكون عن طريق تكثيف التفتيشات التي ستمس معظم المتعاملين بضرورة سن بعض القوانين والتنظيمات التي تثبت الأمور وتحدد صلاحيات كل المتعاملين إعادة تنظيم السوق الأدوية بعد سنوات من الفوضى سمحت لبيات الدواء ببسط نفودها ثم إيصال هذا السوق الحيوي لما هو غليه اليوم بات أمراً ضرورياً للقضاء على ممارسات الماضي والحفاظ على حقوق المرضى